السلام عليكم اخوتي ادريس دوتكم فيديو جديد ان شاء الله مدرسي ايه باكالوريال يوم ان شاء الله سنخصوه للرائتين اول شيء سنقول لك بالنسبة للرائتين كنت اجدرت لكم واحدة الانتراركشن على الناسيونال لقد قلنا بان التكسط و كمبريشن يكون لديه 15 بوينت العمار اللي داخل فيه لانجويج والتنزل يكون فيه 15 بوينت يكون لديه 10 بوينترار يكون لديه 10 ديال النقاط الامتيح الوطني 40 نقطة على 40 الربع ديه امتيح الوطني دائرة ليش؟ دائرة لها رائتين اول شيء سنقول لك في الامتيح الوطني انت ملزم انك تتخدم على واحد من ثلاثة اما عندك informal email او لانتراركشن والذي يكون informal email ولا لاتراركشن ولا تكون ابراغرافك تقدر فيه لفينومينون معينة اقول لك واحد حاجة informal email ولا لاتراركشن هي واحد الرسالة ولا واحد الاميل غير رسمية غير رسمية زي ما انت بصيفتها لحد الصديق ذلك القادية الخدمة الـ Informational Literature سهلة ليس تطلب ان يكون لديك نيفو مزيان ولا يكون لديك رسالة للصديق تنصحه، تعطيه ناصحات، تطلب منه شيئا تعرض عليه شيئا، تتبدل الموضوع على حساب ماذا لديك غاية واحدة، أريد أن تركز لي بزاف على Informational Literature لأن من خلال امتحانات الوطنية اللي خدمنا بزاف كان بليه بأنه أغلبية امتحانات الوطنية تجد فيهم رسالة للصديق ولا ناصحة للصديق هذا بدارها كين كين ويجب أن تكون لديك رسالة للصديق على سبيل امتحانات الوطنية، تجد فيها رسالة للصديق تجد فيها إما باراغراف، إما تجد فيها رسالة للأستاذة أو شخصية مهمة مهم، اليوم سنعرف على هذه الموضوع نقول لك كيف ممكن أن تكتب رسالة للصديق سأعطيك حساب ممكن أن تكون لديك مجالة التي يمكن أن تستعملها و تدخلها لديك تأديلات لا توجد مشكلة، الأغة هو هذا الرسالة أو الشيما التي نقول لك تخدم بها سأعطيك حساب ممكن أن تبدلها، ولكن أنا سأعطيك لديك شيء معامل لكي تفهم كيف سيكون لديك المتحان الوطني أول شيء، سأبدأ بداية وتكتب هنا اسمية، ليس أي اسمية بغيتي، لا أنا سأصح معكم المتحان الوطني رسمية التي ستكون لديك في الأخير من الرسالة التي ستبدأ لكم إذا بنتت الصورة عندما تشاهد نورمال 2018، فإنك نأخذك شخصية الخرانية التي كانت في ذلك الإيميل التي كانت هي جين سأكتب مثلا، مثلا، على حساب الشخص الذي يكون ختم بها الرسالة سأكتب مثلا، على حساب الشخص الذي يكون ختم بها الرسالة مثلا، على حساب الشخص الذي يكون ختم بها الرسالة Hi! How are the things with you Hello! or hi! على حساب الشخص الذي لا تريد أن تقوم بها How are the things with you كيف هي الأحواله عندك؟ طبيعا، سأبدأ بها بداية I'm sorry، هذه كنت أكتبتها، كما تقول لك الهدف لك أن تبدأ عشرات النقاط لديك في الامتيحان أو على الأقل، تبدأ بداية لك نقاط لك ستحاول لك أن تطول هذه المقدمة و تضع خاتمة زوينة بالله تسمع لي تضع خاتمة زوينة تضع خاتمة زوينة و أعاد ندوي معك لك أن تكتب هنا بالله سأقول مثلا Hi! how are the things with you كيف هي الأحواله معك؟ I'm sorry, it stuck me so much to write to you و أنا آسف لقد أخذها مني الكثير كي أكتبها إليك I hope everything is well أتمنى أن كل شيء بخير و تختم لي في الأخير الرسالة تقول لي See you soon ولا see you later على حساب ما تريد أن تقول لي أو تقول لي و تقول لي Send your family Send your family My love أرسل إلى عائلتك حبي الكامل هنا ما تكشف اسمتك و هي تكشف اسمتك ولا تدريد سنياتور بالنسبة لديها الوطنة ستكتب لي فقط Just your friend و تختمها بالنسبة الرسالة ما ترد شرائطين خاوي ما ترد شرائطين خاوي ما ترد شرائطين خاوي الماهمد المقدمة و خاتم ستقول لي لم أفهمت ما فل في المتيحان و عرفت انت بأن رسالة صديق هو كتب المقدمة و خاتم و عادة نقاط شئوة نويك و ما ستكتب ليه هنا هنا ستكتب ليه مثلا هم يتفر في الموضوع ما تتعرض منك السحبات إلى تتعرض منك ستعرض منك بل حال المتالح عن هذا النموال مثلا في المعالم 2018 بالنسبة للان في 2018 فأقول لك يعني أن الناس فأنتي تفعل مهلا بالمعلوم تفعل نشيطة مختلفة بل على ما ايجب أن أشاهد في أغلب الأحيان في المشاهدة أو رأيك بطاقة مرحلة وعنك كيف تفعل أنت ؟ يجب أن تفعله أنت في هذا الفرغ هو كيف تفعله إليك كيف تفعله هناك نقول لك أن تكون ستكون كيف تبدأ لي في الأول بأنه تقولي أنا أكتبك إليك هذه الرسالة لكي I'm writing this letter to tell you about what I do when I feel bored I watch a little some movie also I go for work me too I play some football with my friends I play some games I use my phone to talk with my friends يعني كي بقالك هنا أنك تعمر على حساب شنو عندك تدر مع أصحابك تدر شي حاجة كتدر شي حاجة ضروري من أنك تدر شي جمال بلانغريا رمشي بضرورة شي نيفو عالي سوف يتحرك عالي من أحد يتعامل معك سوف تردوش عن أخر وكي تردو الورقة خاوي وكي تسلم أنه يعاونك يعني حاول تكتب شي شيئا وضر مقدمة زوينة في حالة هذه وضر خاتمة كما تقوله بالتالي يضربه على الشعاء أعطي شيئا خاتمة زوينة وضر خاتمة زوينة وكتب هنا شيئا مثلا في النور المال في المطاعة سأقول لي ماذا تدر مشاكلة في حالة تحسب الفراغ ولكن قد خطه الجمال بلانغريا وتقول لي ما تحكم في حالة تحسب الفراغ لا يمكن استعمالك وبعد كما ترد مشاكلة وستيقظ بالتعلق مع التوارفات التي ستكون مفادرة تذهب الى النساء هذه القطرة التي ستدخل الى المشاركة هنا مثلا اسمها لديك بالنسبة للشكل اشتركك 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 لن يكون قد استخدمها هذه المشاركة اي مالك الرسالة هنا أحد المشاركة لديك الأقل لديك او إسمك أخيراً تكون حياتك او إذن تكسب بريد أن تكون صديقي و أكره حياتك إذا كنت أشترك عن طريقك فقط منه و ما هي كثيراً كانت اتشارة مقولة بالطريع اذا لو عقبت كشورك فقط قللته المقولة بالطريع و غالباً هو أن تكون لديك صديقيًا و تكون لديك أشترك بغاية أعود إلى هنا هنا كنت عادت لكم فرميلة لكي يكون شخص أعلم منك أيضاً أستاذك أو مديرك لديك شيء مهم لديك شيء شخصية مهمة لديكم الادرس لديك اللغة دي تسافتلي هنا اللغة دي تسافتلي تسافتلي واخا فول ديت يعني كتدير تاريخ كامل كتكشفتك تاريخ هنا مثلا 12 جوج مثلا 2020 كتدير I'm writing to you to talk about يعني كي كنتهي الهدف الرسالة ديالك شنا هو واش تهدر على شي حاجة طلب شي حاجة انك مثلا تشكو من تكون عندك مثلا شي شكوا على واحد الموضوع معين فانتك تكتبلي ذلك الرسالة باش انك تدير لي شكو على ذلك الموضوع وكتدير لي هنا مثلا to talk about مثلا ask you مثلا كان واحد المتحان وطاني طلب من الاسدك مثلا واحد classroom to ask you about classroom to use it for an event باش نستعملها مثلا في واحد ال event واحد الحادث مهم سابقا تختم لي if you need any further details or information من فضلك كلمني اذا احتجت اكتر معلومات او اكتر ديطاي i'm looking forward to hearing from you هذا i'm looking forward to hearing from you انا اتطلع الى السماع منك فدويت معكم على هذا i'm looking forward to اللي كانت داخله في الدرس ديال جارندو انفينيتيف grammar كتكون علي نقطة في الامتيح الوطني ديما وراء i'm looking forward to كتكون ديما الverd كتتختم لي في الاخير كتختم لي بيورفيس كختام مع احتراماتي لك او احتراماتي لك او تقديري لك كتكون بالنسبة الفورمولية الايميل كتكون لك والكركزي على هذا اكتر هذا اللي عندكم ديما يبقى المشكل الوحيد هو كي يقول لكم دلو لي واحد البراغراف ولو واحد الفينومينا موينة او واحد الاشيو موينة واحد التاهرة موينة انا اعطيك واحد نفس الشعار ديالي مرتش الامتيحان خاوي الرايتين اذا اعطني صديق كتب وخاق هذا ابسط الايمان كتب هذا ابسط الايمان لا تردوش خاوي بسيق كين تلامد ليم زياني يزدو يدخلوا بعض تحسينات على هذا ولكراتي اقول كدره ما كينش محسن منه بحاول تستعملوا بالنسبة للحالة مثلا ديال فاشكوا الرسالة للإدارة فقط عشان دلات الشي ما هذا بصفة عامة يكون هما ديجا عندكم في الموضوع علاش انت كاتبلي الرسالة باش طلب منه مثلا القاعة غاديد هنا انت غاديك لجو من ديال طالب القاعة صافي وتختمني بات الشي هذا الموهي مكين ما تقول لك ما تردتش الامتيحان خاوي سيبقى لكم براغراف على الفينومينا انا غنطيها لك ولكن هاد الفينومينا اللي غنطيك انا فهي صالحة فشية تكون واحد ضاهرة اللي هي سلبية في البلاد مثلا بولوشن مثلا التلووت ما عرفت الشي ضاهرة اللي هي تكون سلبية فانت ممكن انك تعتمد على هاد الرايتي اللي غاديد انا نخليكم على الاخراني اخر مثال انا اخوتي كلمة قلت لكم كختام فقط بالنسبة لها غنطينا على الفينومينا واحد ضاهرة انا غاديد تقول لي هنا غاديد تقول لي في ايام من الحالية من المعروف ان ضاهرة وتكتبنا الاسم ديالك الضاهرة بولوشن سموكين اي حاجة غاديد تلووت تدخين غاديد تقول لي ولكن انا نقول لك هذه الصالحة من اللي تكون شى ضاهرة خطيرة يعني خطيرة بالنسبة للمجتمع is white spread the white spreading واسعة الانتشار in our society countries city world هنا غاديد تختار وحدة فيهم على حسب ديك الضاهرة غاديد تقول لي واشية عالمية او اقليمية او كينة في المدينة ديالكم like most of people you already know that هنا غاديد تكتب بانه وذلك اسم الضاهرة is so much dangerous for وذلك الضاهرة وش هي خطيرة على الصحة ورأس خطيرة عليه نحنا بصفة عامة there are so many reasons behind it وهناك العديد من الاسباب من ورائها in conclusion what i'm trying to say is that في الختام ما احاول ان اقوله هو we need to do our best to stop this issue يجيو ان نقوم بافضل ما نملك لإيقاف هذه الضاهرة لقد كانت عندي in formula letter لقد كانت formula letter معي ادخال بعد تأديلة حول ما تردهش لي كيف معي ولكنت ظاهرة غا تختم بها الضاهرة هذه اللي عندك هنا ما عندك شعوذر كل ما قلت لك نوصيك ونعود غا تردت الورقة خاوية بالنسبة الرائتين رائتين رائتين 10 نقاط الماكينة إذا كنت تردتها خاوية كتبغي هذا وانا باش نجيت انا اختمها لك ولا تدخل عليهم شيء تأديلة تدير معي مزيان واناك تدخل عليهم شيء تأديلة بلدل شيء كلمات مثلا مش يدرد تقول لي how are things ويديو ودل لي مثلا انت واناك تقدر تبدأ تبدأ I hope everything is well ويدخل شيء تأديلة واناك تبساط على هذه المواد وكي لا تردوا لي تنشنيك كلمة هما ليس لكم يا ربي وفقكم في الدرسة تفرحوا ويدكم كما معكم دريس.com بانك وغاش أتوس نجحة 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 نجحة